موسيقى طبعا من المخرجات ديال مخطط المغرب الأخضر كين طبعا أهداف اللي وصلنا لها وجد مهمة وهذا الانتاج وانتاجية وتصدير والرفع من الناتج الخام الفلاحي ولكن فيما يخص قنوات ديال التوزيع و يعني وتسويق هي تحديات اللي جا بها مخطط المغرب الأخضر ولشخصها وهذا القنوات ديال التسويق وديال التوزيع للصعيد الداخلي والوطني هي كتهم عدة قطاعات هي يعني مسؤولية ديال القطاعات ولكن أنا في إطار ديال الحكومة كنشوف السلسلة يعني مجملها وكل حلقات حتى ديال توزيع باستراتيجية الجيل الأخضر كين هداف ديال تحديث ديال هاد القنوات ديال التوزيع وديال أسواق ففي هزوج ديال ديال العناصر المحاور كان أولا ما هو لوجيستيكي خصنا التحديث ديالها ويكون يعني إمكانيات ديال ديال لوجيستيكية وهذا الشي تاع البوردة وهذا ولكن كين التنظيم ديالها والعمل ديالها كيف شخصة تعمل هذا هو الإشكالية وهذه خاصة وخاكينة يعني تجارب جدا مهمة ولكن خاصة إعادة النظر في ترسنة القانونية اللي كتنضم يعني للأسواق وكما جيتوا به طبعا اختلالة كينة وهذا هو اللي كيجعلنا أنه مطيشة كتباع كيجيبها الفلاح كيبيحة فين زقان بتلاتة دراهم وكتلقاها في الرباط هذا هو مشكلة هذك المضاربات وهذا اللي كين انا ابني جات جات مع عدم الوضوح ديال شكون هذ الناس اللي كينين في هذيك الحلقات وهذ الناس خصنا غير نعرفهم وخص كل واحد يدي النصيب دياله وخص يتعرف ولكن وخص الأتبياء فيما يتكون بسقفة احنا كنعرفو شحل كننقله شحل ثمان نقل شحل ثمان ديال الشراء شحل ديال هذا كل واحد غير يدي النصيب دياله ولكن هذ الشي اللي كنشوفوه كتباع ثلاثة الدرهم باش كيبيح المنتيج وكتباع هنا في الرباط ولا في الدر البيضاء بثمانية ولا تسعود ولا هذا الدرهم هذ شي مش معقول دون كي المضاربين وهذي ركت تعرفو بأن الحكومة عملات ليجان ديال المراقبة ديال هذ شي ديال تخزين وديال المضاربات وديال مراقبة هذة واللي كده السلطات المحلية هي اللي كت هي اللي كت كتنسقها ولكن فيها كل القطاعات ف يعني التقنين ديال هذ هذ القنوات ديال توزيع هي الحل باش غادي نوصله لهذا الاشكال يمكنش المواطن خصوه يعرف كل نهار بحل يك يعرف ثمن ديال السكر خصوه يعرف الثمن ديال الباطاطيس كل نهار وخاك تبدل كل نهار ولكن نخصي يعرفها وش حال كاين ديال وش حال باش كتشري اليوم وش حال كتتباع في الأسواق يعني الممتزة الكبرى وكذا خصوه تكون معروفة اليوم ما معروف ش هذك شي كيمشي كاتمشي للسوق وكتوقعت يعني شكولي كيحدد هالأتمان وكيفاش كتتحداد وهذا ما يمكناش نوصله لها إلى ما كينش هذ التنظيم ديال الهداد واللوجيستيك كده عليه مهم وحنا غادين فيها ان شاء الله مع الاخوان ديال الداخلية وزارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة غادين عملوا 12 سوق جملة على كل يعني على صعيد الجهات جهوي بحال ده بالرباط غاد يحل ان شاء الله في هذا الصيف هذا واللي هو محطة كبرى مهمة واللي فيها جميع لوازين اللوجيستيكية ولكن خصنا النظام ديال هذا التنظيم والنظام ديال العمل ديالهad لهذا الاسواق ليخصص هذا وشنو هو كذلك هذا سلسلة ديال توزيع من من مناتق ديال الانتاج باش توصل لهذا المحطة يعني اللي هي ديال الاسواق ديال الجملة كيفاش ومن الاسواق الجملة كيفاش كدت توزيع على الاسواق يعني ديال ديال ديال